السلام عليكم وتتبعيني الأوفية مرحبا بكم فيديو جديد لكمالا ديال فكرة ديال صويك اللي اشدوا معي البارح مرحبا بكم نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يلقاكم وكلكم على خير وبخير مرتحين في عقولكم وقلبكم شاهدوا بكل حب وكل فراح ان شاء الله نبدأ وهاب صلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين على بركة الله نبدأ وان شاء الله كما تشوفوا معي بعدما خيط صويك ديالي خرجت منه هنا كانت شرك معكم جوج جيوب في هذه البلاسة هادي في النفس البلاسة وثلاثة ديال جيوب جمعتهم بهذه السليسلة هادي ثلاثة جيوب بسليسلة واحدة ومع الجيب كبير او تاني في الداخل هنا كما تشوفوا معي بعدما خيط له سليسلة اللي درت في الداخل وخا ما لقيتش نفس سليسلة اللي عندها رويس ديال البلاستيك لكن قضيت بهذه اللي موجودة عندي دائما كما كان نقول لكم كان قضي باللي عندي اللي موجود عندي كما كان شرك معكم هاد السليسلة هادي اللي عندها جوج الريوس زوينا تليق الصويق هاكا كما قلت لكم البارح هاد الصويق هاد ان شاء الله كان وجده الخرجات هاكا للبحار والربيع راكم عارفين الوليدات كانت ديولي هم خاصة البحار كانت ديولي هم حويجات الفاطي المهم هاكا السك عملي ان شاء الله غتشوفوا معي اليوم النتيجة النهائية ديالو غتصدموه بطبيعة الحالبني غتشوفوا النتيجة زوينا ما شاء الله ما كانتش متوقعة انو غيخرج لي بهاد الجمالية هادي اللي غتشوفوا معي ان شاء الله بعد اما غدي نجمعو كامله ونعمروا معاكم باش يبين ان شاء الله تشوفوا النتيجة زوينا كانت منحة انتم اللي عندكم شيتوب هاكا صحيح زوين تشبدوه تديرو من نصويق بحال هاكذا البنات الخياطة اللي كيخيطوا عزيز عليهم اعمال يدوية هاكا يعادة استدوير خاصة الحويج اللي ما صالحينش ما زال هاكا نبسوهم ولا نعطيوهم بالطبيعة لحال الناس اللي محتاجين هم اللي غنعطيوه الحاجة خصنا نعطيوها جديدة بقى صالح الاستعمال وبقى نقيم ه ياوه زويونا ماشي نعطيوها ما تصلحش اللي اللبسوا ولا هاكا يا حاجة ها غنانرميوها ونعطيوها الا كيم ما نبغيو الخير الراصنان نبغيوه الغير نحت الحاجة اللي غنصدقوها نصدقوها كيم ما غننبسوها احنا كيم ما غنستعملوها احنا نصدقوها كيم ما ق raus Laur Balerio. دائما اللي غنانعطيو الحاجة نعطيوها نقيا مقدة بحال الانسان غايشري حاجات عطيها ليه الله يقبل الصدقات لنا وليكم والجميع المسلمين ويقبل الاعمال لنا وليكم والجميع المسلمين المهم اه كان نهضر معاكم وكان نشرح لكم في النفس وقت الفصلة ديال اه صويك واخا كي ما قلت لكم في الفيديو السابق كنت كان نهضر هاكا كان نشرح لكم لكن حيط الصوت في المونتاج وانا كان نمونطي هاد الفيديو لكن راه باين الشرح باين خطوة بخطوة قطعت توب وجمعتوه من الجناب خرجت منه جوابه اللي شفتو معايا قدرت له سليسلة اللي قلت لكم عند هاريوس ديال البلاستيك اللي غدي تستحمل لما كي ما قلت لكم ها تسويك ان شاء الله كان وجده هاكا الخارجات هاكا لبحار ولا الاربيع لكم عارفين الوليدة كان بغيون ديولي هم حويجات ولا فاطيه هكا البحار المهم صويق عملي زوين كانت مني يعجبكم من شاء الله تأخذوا فكرة ودائما نتمنى نكون معكم خفيفة وضريفة على قلوبكم وقبلوا علي هذا الآخر كيعدبني الصوت ديالي لأنه البرد عندنا والصهد وكل شيء مخلط سبحان الله الجو صعيب عندنا هنا يا فقادير وهكا دائما كيضربني البرد وقد تبدل الصوت ملاي كان هضر في المونطنج كان لقى مشكل كبير كان قطعان هضر ونقطعان هضر لكن الحمد لله على قبلكم كل شيء هون تستهلوا كل خير ومتتبعني الأوفية انتمنى تشجعوني بالله يكونوا يشتركوا البرد جمع الأهل والحباب جزقكم الله على فخير هنا كنشارك معكم وليديدت نكون نشارك معكم هاد العيبة اللي يدرتز زويونا فيها راس بحل الشكل الأرناب زويونا وانتمنى ان شاء الله الفكرة اتعجبكم ونكمل الموضوع اللي بديت معكم في الفيديو السابق اللي هو على هكا هاد اللي صعيب كيحتاج منا الصبر ثم الصبر ثم الصبر وكيحتاج منا الاجتهاد أي وحدة بغا تحلق القناة ولا ناوية ان شاء الله هتدير قناة ولا يالله بدات قالت بسم الله ها غادي تستفد من هاد الفيديو وانتمنى البنات اللي شافوا هاد الفيديو بارتاجيوه باش الفائدة ان شاء الله لانه كان بزاف ديال الاخطاء كان ديروهم بلا ما نعرفو بلا ما نحسو بزاف ديال هاكا المشاكل اللي كتوقع علينا من الاخطاء اللي احنا كان ديروهم مثلا بعد الطرق كان خدمو بيها على قنواتنا غير الشرعية وطرق خطيرة على القنوات ديالنا كان قولو علاش تنقصو لنا المشتركين علاش تنقصو لنا السويات علاش القناة ما كتطلعش ما كتشافش ما كتوصش للناس لمشاهدة كتطيح راح كل شالبنات من الاخطاء ديالنا اللي احنا كان ديروهم حاجة بسيطة يمكن ليها تأدي بالقناة ديالك انها تمشي ليا كلها تسدليك اللي يحفظ اللي يبعد علينا سوء يا ربي العالمين كم قلت لكم بعد الاخطاء كان ديروهم احنا الرسنا ما عارفينش كان طيحوا في المشاكل اللي هي الصعيبة الصعيب الحل ديالها في القنوات ديالنا وحنا ما عارفينش كان ديروهم الرسنا برسنا غانا قل لكم ابسط مشكيل ابسط خطأ كبير احنا كان ديروه التعليق اللي كان كتبوه يملي كان دخلوه عند الناس كان كتبوه التعليق محضورة وحنا ما عارفينش انهم التعليق محضورة يملي تكتبيه للسيدة انا جيت عندك انا اشتركت لك احلى لايك جي عندي احلى وردة هالتعليق كلها كتعتبر من التعليق انا ما حضورة حاولوا تفادوهم دائما كان قولها لكم ونعودها هذيك الساعات اليوتيوب كيعتبر دوك التعليق ديال التبادل واليوتيوب ما كيحببش هاد الفكرة ديال التبادل انك تبادل مع السيدة اللي كتبتيليها انا جيت عندك فهذيك اللحظة هي كتجي عندك ملي كتشتركي لها تجي حتى هي تشترك لك راه هنا كين خطأ كبيرة لبنات كيتحدف ليشترك ديالك وكويتحدف ديالها يقدر حتى دوك السويعات يتنقصوا اللي دوك الدقيق اللي شاهدت لها ولا دقيق اللي شاهدت لك هي اردو باركم فهذيك اللحظة سيدك تبادل لك تعليق اللي لمشيتي عندها ما تشتركيش في هذيك اللحظة خليها دوزع لها بعد واحد ساعة ولا تتلغد ليه ما شي مشكل ما تشتركيش في النفس اللحظة اللي هي اشتركت لك اللي جاك التعليق هذيك الساعة رضي عليها ولا شاهدي لها ولا كي نشترك خليه تلغد ليه لانه فاش كتشتركي في النفس اللحظة فاش هي اشتركت لك راه كيتحدف الاشترك ديالها عندك وكيتحدف ديالك عندها نتمنى ان شاء الله هاد الموضوع اللي فيه بزاف ما يتقال فيه النصائح فيه بزاف ديال النقاط ان شاء الله في الفيديوهات المقبلة ما بغتش نطول الفيديو كترا من هكدا لانه الله يكون في العون كل واحده ضروفوكي كما نقول لكم دائمان نحاولو نشوفو البعدنا ونكونو مع بعديتنا بصدق وبالاخلاص وما يدوم غير المعقول دير الخير تلقاه وفي ربي ترجاه ولي دير شي حاجة يخليها في بلاستها كما نقول لكم دائمان اللي اشتركتي السيدة خليلي اشترك ديالك ما تحدفيهش شفتيها ما جاتش عندك ما اشتركت لكش لقيتها في راه عندنا فين كان شوفو اللي مشترك ولي ما نشترك عندنا في ستوديو يوتيوب اللي دخلت وقلب ترى غير تلقى كل شي اللي نشترك لكم ولا اللي حدف اللي اشترك دياله اللي لغاه اللي عاود رجعه المهم هاد المعلومات هاد وكل شي على القناة ديالكم كتبارتجوهم على المنتده كتشجعوهم وبها كيد فريد كما نقول لكم دائمان ان شاء الله كلنا غاد نوصل اللي تعاون مع بعديتنا بصدق وبالاخلاص البعدنا ولا درنا شي حاجة نديروها لوجه الله تعالى اللي در شي حاجة يخليها في بلاستها لوجه الله تعالى وربي كبير اي واحد كيدير الخير ربي كاي يعطيه وكاي يعطيه من جويه اخرين كما كان قولو صفي نيتك ربي يعطيك ودير الخير تلقاه هنا كنشارك معاكم الصويق ديالي بعد ما كملتو هنا حطيت هاد لعيبة هادو ديال تليفون لدائما تابعيننا المهم باش غير يبانو جويب هكا بهاد لعيبة هادو يبانو مزيان درت ثلاثة ديال جيوب جمعتهم بسلسلة لبنات خرج الصويق هكاكو خليدوا حتي هنا هكاكو فكرة خرجت زوينة ديال ثلاثة جيوب مجموعين بسلسلة وحدة وكاين عاوتين يجيب اخر كبير في الداخل يعني الصويق عمر جيوب غير الله يجيب الفلوس باش يعمره جيوب ويجيب الخير باش يعمر سك ان شاء الله يا ربي العالمين هنا بديت كان عمره بالبيجاما اللي فيت اللي شاركت معاكم البنات في البرد خيطها معاكم البنات اللي قالوا لي كيفاش زرتي لهذا اللعيبه هادو غير شارك معاكم البنات طريقة ان شاء الله عن مقارب لها اللعيبه هادو اللي زويونين كيزيدوا الجمالية البيجاما ديالنا خاصة اللي كانت لكاشفير هكا ديال برد هادو لعيبه هادو زويونين كيعتو منظر زوين للبس ديالنا اللي كانت جلابه ولا بيجاما كتجي زوينة انتم من ان شاء الله افكاري دائما يعجبوكم بلايك ويشترك ويشترك جمع اهل الحباب والمشاهدة الكاملة للفيديو الحضور في العروض جزاكم الله الف الف خير الناس اللي كيكونوا سبقين يشوفوا المحتوى ديالي عليقوتيك الساعات يلا حضرتين مرحبا يلا ما حضرتين وخاء كيخصنا نحضروا ضروري مع بعضنا يلا ما كان نحضروا مع بعضنا ما غاديش نشجع بعضياتنا نتمنى الفيديو يعجبكم وشجعوني بلايك ويشترك ويشترك والبرتاج تهلا وفرصكم نتيجة الاخيرة هي هذه ديال الصوية كذير تبارك لهم نتيجة مرضية بطبيعة الحال كنتمنى تعجبكم كما عجبتني ما شاء الله ما زار كأني الأفكار جديدة ومبتكرة حصرية في اليوتيوب غا تشوفوها معي بلايك ويشترك والبرتاج مع الأهل والحباب تهلا وليفرصكم الله يدومها محبو صدق بينتنا لوجه الله تعالى نتمنى هاد الفيديو يعجبكم ونتمنى لكون خفيفة ضريفة على قلبكم والقناة تكون عند حسن ضم ديالكم تلقاوا فيها دائما محتوى أجود وأفيد لكم المحتوى اللي تستفدوا منه ما تخرجوا من الفيديو غير هكا تخرجوا منه بالاستفادة وبالنشاط ضحكين نشطين البنت دائما الله يدوم هاد حكا وفرحا وبسعادة لنا وليكم والجميع المسلمين عطلة سعيدة لنا وليكم والجميع المسلمين تهلا فرسكم خرجوا مع رسكم بسنتعوا مع رسكم طب حيرة بصحة والراحة تصافيرة بصحة والراحة نتمنى إن شاء الله نلقاكم على أحسن حال في الفيديو المقبل موضوع جديد فيديو جديد إن شاء الله رتين جديد مرات جديد فكرة جديدة إن شاء الله ما نكترجع لكم السلام عليكم